مرض السرطان مرحبا بكم يا ابنائي في مركز الملك فيصل الأورام أنا الطبيب راشد سوف أكون معكما خلال زيارتكما للمركز مرحبا بك أيها الطبيب ساعدنا بلقائك أنا سالم وهذا صديقي خالد سمعت أن هذا المركز هو أكبر مرفق طبي لعلاج الأورام في منطقة الخليج العربي نعم يا خالد فهو يمثل مرفقا طبيا حديثا تم تأسيسه لتقديم الرعاية اللازمة لمرض الأورام من البلغين كما أن المركز يعالج ما يفوق 2800 مريض سنويا وهل يشفى مريض الأورام ويتعافى بسهولة؟ هذا يتوقف يا سالم على حجم الورام الذي أصاب المريض ونوعه فهناك أورام حميدة وأخرى خبيثة والتي تعرف بالسرطان وما هو المقصود بالسرطان؟ السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تنتج عن عدم السيطرة على نمو الخلايا وتكاثرها وكيف اكتشف العلماء مرض السرطان؟ كان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر عندما لاحظ فيزيائي بريطاني العلاقة بين السناج وهو هباب الفحم وإصابة عمال تنظيف المداخن بالسرطان كما تم إجراء عدد من الأبحاث بين عامي 1940 للميلاد و1959 للميلاد والتي أثبتت علاقة السرطان بالجينات وهل توصل العلماء إلى أسباب محددة للإصابة بالسرطان؟ استطاع العلماء تحديد العديد من أسباب الإصابة بالسرطان ومن بين هذه الأسباب التدخين والذي يعد مسببا رئيسا لسرطان الرئة بالإضافة إلى التعرض للمسرطنات وهي مواد كيميائية تشمل الأسبستوس والمذيبات المختلفة والمعادن الثقيلة والكحول وكذلك التعرض للأشعة كالأشعة السينية والأشعة النووية والأشعة فوق البنفسجية وكذلك أشعة الشمس وما هي طرق علاج السرطان أيها الطبيب؟ من طرق علاج السرطان يا خالد التدخل الجراحي واستئصال الجزء المصاب العلاج الكيميائي العلاج الإشعاعي وكيف نقي أنفسنا من الإصابة بمرض السرطان؟ إن تجنب كل أسباب الإصابة بالسرطان واتباع نمط حياة صحية هو أولى الخطوات للوقاية منه ويتمثل ذلك في الامتناع عن التدخين والمشروبات المحرمة اتباع نظام غذائي صحي استعمال وقية الشمس وتقليل فترة التعرض لأشعة الشمس للوقاية من سرطان الجلد تقليل استخدام المواد الكيميائية في المنازل وتعامل معها بحذر شكرا جزيلا لك فقد ساعدتنا في الحصول على معلومات قيمة سوف نعد بها تقريرا ونقوم بعرضه على معلمنا وأصدقائنا في المدرسة من أجل المساهمة في توعية المجتمع بهذا المرض الخطير سعدت بلقائكما وأنا مستعد لمساعدتكما في أي وقت يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تنتج عن عدم السيطرة على نمو الخلايا وتكاثرها تم تحديد العديد من مسببات السرطان ومنها التدخين والتعرض لبعض المواد الكيميائية والتعرض للأشعات السينية والأشعة النووية والأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس تتضمن الوقاية من السرطان الامتناع عن التدخين والمشروبات المحرمة تناول الوجبات الصحية استعمال واقيات الشمس الحذرة عند استخدام المواد الكيميائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة